بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدان لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير والصلاة والسلام على جميع الأنبياء وسائر المرسلين وعلى نبينا الأمين المبعوث رحمة بالعالمين عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين خير صلاة وأزكى سلام مشاهدين الكرام مشاهدي قناة البوادي في كل مكان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أحوال الصالحي لا نزال أيها المشاهدون الأعزاء مع سيرة التابعي الكريم العابد الزاهد العالم العامل أبي حازم سلمة بن دينار رحمه الله وقد مر بنا في الحلقات السابقة مبلغ حرص الرجل على العلم وعلى صيانة أهله من أن تبتذي لهم الدنيا وكيف كان اعتقاده في تنزيه أهل العلم عن مصاحبة السلطان وعن مطالبة متاع الدنيا وكان أبو حازم رحمه الله يعلن ذلك في غير حياء ولا مدرة وفي حلقة اليوم سنعرض عليكم مشاهدين الكرام بعضا من كتابه إلى واحد من أجل علماء المدينة في عصره وهو المحدث الفقيه أبو بكر محمد بن شهاب الزهري رحمه الله فقد كان أبو حازم يستوصيه بحفظ العلم وصيانته فعن الزيان بن عباد قال كتب أبو حازم الأعرج إلى الزهري رسالة جاء فيها عافان الله وإياك أبا بكر من الفتن ورحمك من النار فقد أصبحت بحال ينبغي لمن عرفك بها أن يرحمك منها أصبحت شيخا كبيرا قد أثقلتك نعم الله عليك مما أصح من بدنك وأعطال من عمرك وعلمت حجج الله تعالى مما حملك من كتابه وفقهك فيه من دينه وفهمك من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فرما بك في كل نعمة أنعمها عليك وفي كل حجة يحتج بها عليك الغرض الأقصى ابتلى في ذلك شكرك وأبدى فيه فضله عليك وقد قال سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذاب لشديد انظر أي رجل تكون إذا وقفت بين يدي الله عز وجل فسألك عن نعمه عليك كيف رعيتها وعن حججه عليك كيف قضيتها ولا تحسبن الله راضيا منك بالتغرير ولا قابلا منك التقصير هيهات ليس كذلك أخذ على العلماء في كتابه إذ قال تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم صدق الله العظيم إنك تقول إنك جدل ماهر عالم قد جادلت الناس فجدلتهم وخاصمتهم فخصمتهم إدلالا منك بفهمك واقتضارا منك برأيك فأين تذهب عن قول الله عز وجل ها أنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة صدق الله العظيم فاصل قصير ونعود إليكم مشاهدين الكرام فانتظرونا موسيقى أيها المشاهدون الأعزاء يواصل أبو حازم سلمة بن دينار نصحه للزهري فيقول اعلم إن أدنى ما ارتكبت وأعظم ما احتقبت أن آنست الظالم وسهلت له طريق الغيب دنوك حين أدنيت وبإجابتك حين دعيت فما أخلقك أن تبوء باسمك غدا مع الجرمة وأن تسأل عما أردت بإغضائك عن ظلم الظلمة إنك دنوت ممن لا يرد على أحد حق ولا ترك باطلا حين أدناك وأجبت من أراد التدليس بدعائه إياك حين دعاك جحلك قطبا تدور رحى باطلهم عليك وجسرا يعبرون بك إلى بلائهم وسلما إلى ضلالتهم وداعيا إلى غيهم سالكا سبيلهم يدخلون بك الشك على العلماء ويقتادون بك قلوب الجهال إليهم فلم تبلغ أخص وزرائهم ولا أقوى أعوانهم لهم إلا دون ما بلغت من إصلاح فسادهم واختلاف الخاصة والعامة إليهم فما أيسر ما عمروا لك في جنب ما خربوا عليك وما أقل ما أعطوك في كثير ما أخذوا منك فانظر لنفسك فإنه لا ينظر لها غيرك وحاسبها حساب رجل مسؤول وانظر كيف شكرك لمن غذاك بنعمه صغيرا وكبيرا وكيف قربك وبعدك ممن أمرك أن تكون منه قريبا ما لك لا تنتبه من نعستك وتستقيل من عثرتك إنما شكرك لمن استحملك كتابه واستودعك علمه وما يؤمنك أن تكون من الذين قال الله تعالى فيهم فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى إنك لست في دار مقام قد أوذنت بالرحيل ما بقاء المرء بعد أقرانه طوبى لمن كان مع الدنيا على وجل يا بؤس من يموت وتبقى ذنوبه بعده إنك لم تؤمر بالنظر لوارثك على نفسك ليس أحد أهلا أن تردفه على ظهرك ذهبت اللذة وبقيت التبعة ما أشقى من ساعد بكسبه غيره احذر فقد أتيت وتخلص فقد أدهيت إنك تعامل من لا يجهل والذي يحفظ عليك لا يغفل تجهز فقدنا منك سفر وداوي دينك فقد دخله سقم شديد ولا تحسبن أني أردت توبيخك أو تعييرك أو تعنيفك ولكني أردت أن تنعش ما فات من رأيك وترد عليك ما عزب عنك من حلمك واذكر قوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين أغفلت ذكر من مضى من أسنانك وأقرانك وبقيت بعدهم كقرن أعظب فانظر هل ابتلوا بمثل ما ابتليت به أو دخلوا في مثل ما دخلت فيه وهل تركت دخر لك خيرا منعوه أو علمك شيئا جهلوا بل جهلت ما ابتليت به من حالك في صدور العامة وكلفهم بك أنصار يقتدون برأيك ويعملون بأمرك إن أحللت أحل وإن حرمت حرموا وليس ذلك عندك ولكن إكبابهم عليك ورغبتهم فيما في يديك ذهابوا عملهم وغلبة الجهل عليك وعليهم وطلبوا حب الرياسة وطلبوا الدنيا منك ومنهم أما ترى ما أنت فيه من الجهل والغرة وما الناس فيه من البلاء والفتنة ابتليتهم بالشغل عن مكاسبهم وفتنتهم بما رأوا من أثر العلم عليك وتاقت أنفسهم إلى أن يدركوا بالعلم ما أدركت وأن يبلغوا منه مثل الذي بلغت فوقعوا بك في بحر لا يدرك قعره وفي بلاء لا يقدر قدره فالله لنا ولك وله من مستعان ونعم بالله العلي العظيم سبحانه نعم المولى ونعم النصير فاصل قصير مشاهدين الكرام ونعود إليكم بإذن الله تعالى فانتظرونا موسيقى 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 أيها المشاهدون الأعزاء لا يزال أبو حاتم سلمة بن دينار الأعرج يعظ الفقيه المحدث أبا بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري لا يزال يعظه ويخوفه عاقبة ابتثال العلم ويصيه خيرا بنفسه وبالمسلمين فيقول وما أخوفني أن تكون ممن ينظر لمن عاش مستورا عليه في دينه مقتورا عليه في رزقه معزولة عنه البلاية مصروفة عنه الفتن في عنفوان شبابه وظهور جلده فغني بذلك دهره حتى إذا كبر سنه ورق عظمه وضعفت قوته وانقطعت شهوته ولذته فتحت عليه الدنيا شر فتوح فلزمته تبعتها وعلقته فتنتها وأعشت عينيه زهرتها وصفت لغيره منفعتها فسبحان الله ما أبيا هذا الغبن وأخسر هذا الأمر فهل لا إذا عرضت لك فتنتها ذكرت أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه تعالى في كتابه إلى سعد بن أبي وقاص حين خاف عليه مثل الذي وقعت فيه عندما فتح الله تعالى على سعد العراق يقول عمر أما بعد فأعرض عن زهرة ما أنت فيه حتى تلقى الماضين الذين دفنوا في أسمالهم لاسقة بطونهم بظهورهم ليس بينهم وبين الله حجاب لم تفتنهم الدنيا ولم يفتنوا بها فإذا كانت الدنيا تبلغ من مثلك هذا في كبر سنك ورسوخ علمك وحضور أجلك فمن يلوم الحدث في سنه والجاهل في علمه والمأفون في رأيه والمدخول في عقله إن لله وإن إليه رجعون على من المعول وعند من المستعتب نحتسب عند الله مصيبتنا ونشكو إليه بثنا وما نرى منك ونحمد الله الذي عافانا مما ابتلاك به والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أروع الوصية وأبلغها وأنفعها نفعنا الله وإياكم مشاهدين الكرام بهذا الإرث العظيم الذي تركه لنا آباؤنا رحمهم الله وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ونترككم في رعاية الله وأمنه مع برامجكم المفضلة على شاشة قناة البوادي طبتم وطابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة